يا جماعة قائدنا المفدى ما صدق على حاله يطيب ويتنعنش بعد ما على أساس كان مكورن بلش يحكي عن حرب ضد الدولار معقولنا ويبلش عشرية سودة جديدة؟ يعني فوق الموتة عصة قبر العالم عم تموت من الجوع والوضع كل ما له عم يتدهور بسبب قيادته الحكيمة وهو الهلأ متعشبئ بالكرسي وما حدا من جماعته أو جيشه خطر له يوقف بيوشه أو فكر يتحرك ليعمل شي لكن الناس ناطره بصيص أمل حقيقي وهو عم يحضر جيشنا الباصل لحتى يتقاتل مع الدولار صار الصرف معركة تمكننا من تحقيق إنجازات لم تتحقق سابقا وبما أنها معركة وبما أنها حرب وليست معركة فنحن ربحنا بعض المعارك ومن يومين بدأت ضخ المعاكس من قبل الأعداء وليه طلع عن جد بده يبلش معركة وحرب جديدة يا جماعة كأني سمعانا شي بيشبه الكلام بس أمتى يا ترى؟ أمتى يا ترى؟ بفعلي المؤامرات المتصلة على هذا الوطن تأمر على المقاومة كل ما يحصل هو مؤامرة من الخارج يعني رجعنا لنفس القسطوانة يلي انحكيت من عشر سنين بس يا ترى النخبة تبعك يلي متحكمة بالبلد رضياني بهذا الحكي؟ لك لا لا مو هدول يلي عم إحكي عنهم هدول لا بيحلوا ولا بيربطوا بس بيحضروا محاضرات القائد الملهم أصدع هدول وبهالمناسبة من كم يوم اسمعت كلام مثير للاهتمام قاله علي صدر الدين البيانوني المراقب العام السابق للإخوان المسلمين بسوريا بحلقة من برنامج الذاكرة السورية قال أنه بعد ما انشق عبد الحليم خدام بألفين وخمسة قدم عرض خطير للإخوان لأسقاط النظام بمساعدة ضباط موالين لبشار ومقربين منه كمان أنه هناك كلام كثير في صفوف بعض الضباط العلويين بالذات عن استياءهم من بشار وعدم رضاهم عن تصرفاته وأنه عندهم استعداد للتعاون أيضاً معنا لإسقاط هذا النظام هلأ هالكلام مهم بس للأسف طلع فاشوش تبين لنا بعد ذلك أنه كان إما في مبالغة منه أو أنه هؤلاء تخوفوا وصفهم هو بالجبن وصفهم؟ بالجبن جبناء أنه معقول جيشنا الباسة ليكون ضباطه الكبار جبناء؟ يعني غريب ما شفناهم بالعشر سنين الأخرانية هيك وبالعلامة وبعدين ضباط جيشنا مميزين حتى بالمعايير الاقتصادية لدرجة أنه قيادتنا الحكيمة قررت تتحط صورة عسكري على أكبر ورقة عملة سورية هلأ أنا دريت أنه نأجل وضع صورة حافظ جونيور لورقة أتسم يعني على الأغلب ورقة العشر تالاف أو الخمسة وعشرين ألف باعتبار أنه الخير رايح لقدام حاصلوا يا جماعة بعد كل هالمقدمة وقصة حرب الدولار يلي شكلها خلابية يمكن يخطر لكتير سوريين مننا إنه ليش لهلأ ولا حدا من ضباط جيشنا الباسل اللي مفروض بده يضحشون سيادته بها الحرب ولا حدا منهم فكر إنه يغير الوضع بسوريا رغم إنه بلدنا صارت بالحديد بظل قيادتنا الحكيمة لحتى نجاوب على هادي السؤال خلونا نروح على العراق وتحديداً بين عام 1991 وعام 2003 بلد منهارة ومحاصرة اقتصادياً وأطفال عم يموتوا بالحضانات وعم يشتهوا اللقمة وصدام حسين معاند أي حل سياسي يرفع هالضائقة عن العراقيين بهذاك الوقت ورغم هيك الجيش العراقي ما قدر ينقلب عليه رغم إنه جيش خبرة بالانقلابات متل زميله السوري يعني فشو اللي خل هالجيشين يصيروا لعبة بيدين صدام وحافظ وبشار؟ الجواب ببساطة إنه الجيش ما نجيش يعني ما في تراتبية قيادية حقيقية بالعراق صدام عمل ثلاثة أو أربعة جيوش غير الجيش النظامي عندكم الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص الجيش الشعبي وفيدا أيو صدام طبعا هالتشكيلات كلها كانت محشاية بإقارب صدام مشان يحمي حاله من أي انقلاب عسكري ضده يعني المناصب القيادية كانت على أساس الولاء مو الكفاءة ممكن حدا ما يكون إلو أي علاقة بالحياة العسكرية ويصير قائد لأقوى فرقة متل ابنه قصي وعلى نفس المنوال كمان كان أخوه غير الشقيق رئيس المخابرات وابن خاله وزير الدفاع وصهره مسؤول البرنامج لكيمون هلأ رغم الكراهية المتقصلة بين حافظ الأسد وصدام حسين بس كانوا الاثنين زملاء مهنة حافظ كمان فرغ الجيش من أي قيمة مؤسساتية وغرز جوات وشبكات لتحمي الكرسي طبعا وطبعا حط أخوه وقته على أقوى فرقة عسكرية واليوم أبو البيش ماشي على نفس المبدأ وكمان ماهر ماسك أقوى فرقة بالجيش لأ ومو بس هيك فرقته ماسك كل المعابر الحدودية والحواجز الحساسة بين المحافظات وشغالة ترفيق وتعفيش وتهريب يعني شغل على أبو موزي وحتى وقت تدخلوا الروس بالجيش وحاولوا يرجعوا يأسسوه على كيفهم كمان ما قدروا يعملوا شي لأنه أبو البيش يلي ماسكين رقبته قلهم بعطيكم كل شي النفط الغاز بالساحل الفوسفات بالبادية بس لا تقربوا على الجيش وقدر لحد هلأ أنه يضل حاطط كل الضباط يلي ممكن يخوفوه تحت نظره تعرفوا أنتو عنا ممكن ملازم يخلي لواء بجيشنا الباسل يرجو في رجف نرجع للحرب يلي أعلن بشار وهون بدنا نختم بسؤال كتير مهم يا ترى شو رح يكون دور جيشنا الباسل فيها؟ شك لحرب دسمي الخلاصة أنو ضباط جيشنا الباسل يعني مشان ما يعدوا عطالين بطالين